بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله وأحده والصلاة والسلام على من لا نبيه وبعد وبعد من مؤلفة شيخ الإسلام السيد محمد بن العروين الملكي رحمه الله ونفعنا به قل هذه سبيلي محتوى الكتاب مقدمة لا إله إلا الله ليس كمثل شيء على عرش استوى القريب الحي القيوم الوكيل القدير العليم المريد السميع البصير المتكلم القرآن وكلام الله الخالق الرازق الحكم العدل محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادتان سيد ولدي آدم محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مقام الخالق ومقام المخلوق معنى الإيمان بالله الإيمان بالملائكة الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل الإيمان باليوم الآخر فتنة القبر البعث وزن الأعمال الصلاة على متن جهنم الحوض الجنة والنار رؤية الله تعالى يوم الآخرة الشفاعة يوم القيامة الصلاة مكانة الصلاة في الدين الصلاة صورة ظاهرة وحقيقة باطنة بعض أحوال السيف الخشو حكم تلك الصلاة الزكاء فضل الزكاء منع زكاة من أكبر الكبار أسرار الزكاء سيام رمضان أسرار الصوم خصائص الصائمين وشرفهم الحج أحد أركان الإسلام من أسرار الحج فضائل الحاج وشرف مسؤولية الإيمان السؤال عن المال درجات الوراء السؤال عن العلم شرف العلم والعبادة شؤمن معاصي فرل الذكر فوائد الذكر المهلكات والمنجيات المهلكات الشك في الدين من أعظم أمراض القلوب الكبر والخيالاء من أعظم أفات القلوب الرياء من أعظم الأفات الحسد والحقد والغش من أعظم الأفات قلة الرحمة بالمسلمين وسوء الظن بهم من أعظم الأفات حب الدنيا بيان المراض من الدنيا في معرض الذمن من أعظم الأفات حب الجاه والمال من أعظم الأفات الشح والبخر من أعظم الأفات المهلكة الغرور المنجيات التوبة وشروط التوبة الاكثر من الاستغفار الرجاء والخوف الصبر عن البلاء الشكر عن النعماء من المنجيات الزهد في الدنيا من المنجيات التوكع على الله تعالى التوكل لا يقتضي ترك الاخذ بالاسباب لا يقتضي ترك الاخذ بالاسباب من المنجيات الحب في الله تعالى من المنجيات الرضع من المنجيات حسن النية والاخلاص من المنجيات الصدق مع الله تعالى والمراقبة له من المنجيات حسن التفكر والاستقامة من المنجيات او المنجيات كلها صح التجديد والتخفيق قصر الامل او قصر الامل وكثرة ذكر الموت الخاتمة في الجهاد حكمه وفل اهم المصادر ومراجع محتوى الكتاب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد بعد خلقك ورضا نفسك وزاعة عرشكم إذا كلماتكم